بيدي كريم لحد هذه اللحظة ورغم زيادة في عدد الإصابات وعدد الحالات الراقبة لحد الآن النظام الصحي جاوبا للتؤالي قادر على التعامل مع هذه المستجدات رغم خطورتها أدنى 175 مريض حالياً في العناية المركزة هذا العدد ممكن أن يكون يتجه نحو التزايد خصوصاً إذا استمر عدد الإلتزام وستمرت الوثيرة الإصابات في التصاعد في نفس الوقت الذي أؤكد به أن وزارة الصحة قادرة على التعامل مع هذه المستجدات لكننا نؤكد دائماً على ضرورة الإلتزام بالجراءات الوفائية والإقبال على سلطة اللقاحات الإقبال الذي هو دون المستوى المطبوض مع شديد الأسف وهم كل التحذيرات والديانات اليومية تطيباً للوزارة بهذا طيب دكتور في سؤال هل هناك مخاطر بموجة وبائية جديدة تعرف أنت الآن يعني اليوم في العراق هناك دلتا وأوميكرون هل هناك مخاوف من دخول موجة جديدة بمتحور جديد دكتور طيب كريم ظهور موجات وتطاعدها وانخطار وسيرتها غير متعلقة بالضرورة بمتحور معينة الموجة هي تعني أعداد المصابين بهذا الفيروس بغض النظر عن كونها دلتا وأوميكرون وبالمناسبة أكثر الإصابات الآن تجاوزت النصف ربما تقترب من 70% أو 80% من هذه الإصابات بأوميكرون وهذا أمر طبيعي ومتوقع فموضوع ظهور موجة وبائية جديدة يعني أعتقد أنه مبكر قبل أن تنتهي هذه الموجة الرابعة والتي من الواضح أنها ربما تكون أخطر من الموجات أستغرطة يبقى هذا الاحتمال وارث ظهور موجات جديدة وكذلك ظهور متحورات جديدة أيضاً هو أمر منطقي وطبيعي شكراً للمشاهدة